زي ما قلت من الطريق إلى إيلات إلى فيلم الممر ويمكن أنت ذكرت أنت موثل أردني وكان بيشاركك في الفيلم ده الموثلة التونسية المصرية هند صبري وغير بقيت الأبطال كلهم لفيلم الممر مصريين بس أنا كنت حاسة آه أنتوا بتكلموا على حقبة مهمة جدا 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 في البطولات المصرية ولكن هو هم عربي بزرطة هو قضية عربية عدوه واحد لأم عربية عدوه واحد ففي الآخر أنت ممكن أنت بتشوفه أنه هو بيكلم عن مرحلة أو حقبة مصرية ولكن في النهاية الغل والغضب موجود فينا كلنا كعرب أوكي تفضل أهم حاجة في الممر يعني فيلم الممر أنه يعني حصل تداول الكلام في السوشيل ميديا أو في الإعلام أنه خلق الحالة الوطنية اللي حصل الممر الممر فيلم مهم جدا لكن الوطنية أكبر من فيلم بس الممر اللي عملوا هو جي أكد أنه الحالة الوطنية دي موجودة اللي حس أنه الحالة الوطنية فيها مشكلة أو فيه لا الناس اللي الجماعت دي الجماعت بوطنية قبل ما تشوف الفيلم أساسا والفيلم جي أكد على الحالة الوطنية اللي موجودة هو أكد أنه آه موجودة فأي مؤامرات أي حاجة بتحصل في الخارج أضعف بكتير من الحالة التلقائية اللي كانت موجودة قدام فيلم الممر دهائي